بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم السلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا عبد القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي واتوب إليه تنبهون حول مجعولية الصحة والفساد وعدمها و هو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلمة وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمر به وعدمها بحثنا في أمر الصادس من الأمور التي ترحت في مقدمة دلالة النهي على الفساد في خصوص هذه المسألة كما قلت لكم في هلقة القابل في ترح أو ترح المحقق الخراساني رزوان الله عليه في هذا الأمر الصادس عدة نقاط النقطة الأولى أن الصحة والفساد من الأمور النسبية وليست من الأمور المطلقة النقطة الثانية أن تقابل الصحة والفساد هي تقابل الملك وعدم الملك والنقطة الثالثة التي ترحت هنا تحت إنوان التنبيح في هذه النقطة أو في هذا التنبيح موضوع البحث عبارة عن دراسة كون الصحة والفساد من الأمور المجعولة أو لا كونهما من الأمور الواقعية أو الأتبارية و أمثالها إذن موضوع البحث هنا هذا السؤال أنه هل الصحة والفساد من الأمور الاعتبارية أم لا من الأمور الانتزائية أم لا ومن الأمور الواقعية أم لا فنحن في سدد الإجابة عن هذا السؤال ومحقق الخراساني رزوان الله عليه طبعا مع الالتفاة إلى تعريف المتكلمين ومع الالتفاة إلى تعريف الفقهاء يكون في سدد الإجابة عن هذا السؤال في خصوص هذا السؤال هناك ثلاثة احتمالات احتمال أن نقول أنه ما هو الصحة والفساد من الأمور الاعتبارية متلقة كما مال إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رزوان الله عليه ومن المحتمل أن نقول أن الصحة والفساد من المجعولات الشرعية مثل جعل الوجوب لصلاة الجمعة مثلا فنقول الصحة والفساد أيضا من المجعولات الشرعية وإحتمال الثالث أن يقول أحدون أن الصحة والفساد من الأمور الواقعية التي تدركها العقل مثلا أنه عقلنا يفهم أن حرم السيد المعصون صلى الله عليه وسلم موجودون خب هذا من مدركات العقل ومن الأمور الواقعية ولا ترتبط بالأمر الاعتباري أو المجعول الشرعي على أيها المحقق الخراسان يقول تنبهون خول مجعولية الصحة والفساد وعدم المجعولية وهو أنه لا شبحة في أن الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتيوب مع المأمور به وعدم المتابقة إذن بالنسبة إلى تعريف المتكلمين رأي المحقق الخراسان يكون واضحا ويكون كليا وهو أنه بنظره الصحة بناء على نظر المتكلمين و تعريف المتكلمين دائما يكون من الأمور الاعتبارية والانتزائية وليس لها حظ بالشارع وليس لها حظ بالأمور الواقعية العقلية و أمثالها إذن بالنسبة إلى تعريف المتكلمين لا يوجد أي غبار في رأي المحقق الخراساني وأما الصحة بمعنى سقوط القزاء والإعادة تعريف الفقهاء الذي هو محل البحث هنا في الحقيقة يقول وأما الصحة بمعنى سقوط القزاء والإعادة عند الفقه يقول فهنا نحن أجوبتنا تختلف بحسب أقصام الأمر أو بحسب أقصام الحكم كما بينا في بحث الأجزاء هناك ثلاثة أقصام من الأمر الأمر قد يكون واقعيا أوليا وقد يكون واقعيا ثانويا مثل تيمون ومصاله وقد يكون أمرا ظاهريا محزان كالاستصحاب والأصول العملية حكم الذي يفتبه الفقه ويستفيده من الأدلة دليل الحكم ونتيجة استنباته والسنخ الحكم قد يكون من نوع الأولي وقد يكون من نوع الواقعي الثانوي وقد يكون من نوع الظاهري فمحقق القراصان رضوان الله عليه يفصل بين هذه الأقصام السلاس وبحسب كل واحد يفتي أو يصل إلى نتيجة يقول واما السحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقه فهي الصحة من لوازم الإطيان بالمأمورن به بالأمر الواقعي الأولي عقلن مثلا أقيم السلاس الشخص بعد اتمام السلاس مع جميع الأجزاء والشرائد العقل يفهم صحة هذه الصلاس ويحكم بصحة هذه الصلاس يقول هذا من مدركات العقل لا ربط له بالشراء ولا ربط له بالانتظائي والاعتبار حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء ماهو ما إطيان المأمورن به بالأمر الواقعي الأولي جزمان عقل بالزرس القاتع يقول المولى انتلب الشيئا معينا وانت قد أتيت به فهينئذن لا يبقى هناك شيئا ينتظر به حتى يتردد العقل بعد امتصال المأمورن به طامن و تمامن و بعد كون معمورن به معلومن به تفسيل والقاتع لا غبارة في الإجزاء به نظر العقل بعبارة نخرى مدلول المطابق لعمر المولى عقيم الصلاة هو طلب الصلاة و مدلول الالتزام على نحو البين بمعنى الأخص هو الحكم بالسعه و عدم الاحتياج إلى القضاء والإعادة إذن هذا القسم بنظر المحقق الخراساني يدخل في حكم العقل و يدخل في الواقعيات العقلية كما ما صلت لكم مثل أنه عقل و نا يفهم أنه ناك حرمون لسيد معصومه سلام الله عليها جاید إذن هذه الصحة حكم العقل من مدرکات العقل فالصحة به هذا المعنى فيه في اتعان المأمورن به و إن كانت الصحة ليست الصحة به حكم وضعي مجعول بنفسه هذا ليست فيه أي جعل شرعي أو بطبع تکلیف يشير إلى مبنائين في الأحكام الوضعية بعض العلماء يقولون الأحكام الوضعية من المجعولات مستقلة الجزئية والشرطية والمانعية والزوجية مثل الوجوب والحرمة يقع تحت جعل الشرعي استقلالا و مستقللا و هناك رأي أنه لا الأحكام الوضعية تنتزعن الأحكام تکلیفية شرعي يقول عليك بزميمة السور مع السلاة شرعي يقول التشهد و جزء السلاة الركوع و جزء السلاة شرعي يقول عليك بإطيان التشهد والركوع و سجود العقل ينتزع الجزئية من هذا الأمر التکلیفي و يقول التشهد والقراءة جزء من السلاة رأيين في المسألة لأجل هذا يقول و إن كان ليس بحكم وضعيا مجعول بنفسها و بتبع تکلیف مهم بالنسبة إلى المأمرون به بالأمر الواقعي محقق القراصان يعتقيد أن الصحة و سقوط القضاء والعادة من واقعيات العقل لا ربط لها بجعل أسلا بعد يقول إلا أنه ليس بأمر اعتباريا ينتزع كما توحهم إلا أنه إلا أن سقوط القضاء والعادة ليس سقوط ليس سقوط القضاء والعادة بأمر اعتباريا ينتزع كما توحهم من قبل الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى علي قلتو أنه بنظر الشيخ الصحة مطلقا سواء كان بالنسبة إلى اتعان المأمرون به بالأمر الواقعي أو الأمر الثانوي أو الأمر الظاهري مطلقا بنظره تكون من المجعول من الأمور الاعتبارية والانتزائية ومحقق الخراسان يقول بالنسبة إلى أمر الواقعي الأولي بعد اتعانه هناك اعتبار لا يوجد جعل لا يوجد عقلنا يفهم وبنحو البين بمعنى الأخص يفهم أن هذا العمل يكون صحيحا لا يحتاج إلى الإعادة والقضاء لأجل هذا يقول بل مما يستقل به يعني بهذا السقوط العقل كما يستقل العقل باستحقاق المثوبة به باعتنان المأمرون به بالأمر الواقعي الأولي حتى محقق الخراساني فوق البين بمعنى الأخص يعتقد أن العقل مستقلان يعني هذا المورد من مستقلات العقلية ولا يوجد هناك أي غبار مثل حسن العادل وقبح الزلم الحكم بالإجزاء والحكم بسقوط العادة والقضاء يأتي بعد انتصال الأمر الواقعي الأولي هذا كله بنسبة إلى اتيان المأمرون به بالأمر الواقعي الأولي ولا بأس أن أشير هنا إلى نقطة أنه صاحب الكفا يقول في رد أستاذ الشيخ الأنصاري إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزه ذكر أمر الاعتباري مع الأمر الانتزائي مشعر به هذه النقطة أنه هناك نوع من الخلق بين أمر الانتزائي و أمر الاعتباري ولا بأس أن أوضح أنه بنظر الفلسفة في عالم التكبين هناك أربعة أشياء قسم يكون جوهراً و هو الذي إذا وجده وجده لا في موضوع لا يحتاج إلى الموضوع و قسم يكون عرزاً و هو الذي إذا وجده وجده في موضوع يحتاج إلى الموضوع و قسم سالس يكون من الأمور الاعتبارية قسم رابع يكون من الأمور الانتزائية الأمر الاعتباري قسيم الأمر الانتزائي و ليس شيئاً واحداً و ليس أمرين متصاوين كما يوهمه ظاهر عبارة الشيخ والمحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليهم حاصل البحث أنه في عالم التكبين هناك أمر الانتزائي و أمر الانتزائي دائماً يحتاج إلى منشع الانتزاع منشع الانتزاعه أيضاً دائماً يكون في الخارج مثلاً أنت هينما تنظر إلى سقف المسجد تراه فوقك تنتزع الفوقية من حالة سقف المسجد إذاً أمر الانتزائي هو الذي يحتاج إلى المنتزع من و إلى منشع الانتزاع و يكون فرعه دائماً أما هينما نقول أمر الاعتباري أمر الاعتباري دائماً يكون ما هو أمراً فرزياً وأمر الاعتباري هو الذي يتحقق بالإنشاء و ليس له منشع الاعتبار ليس له منشع الانتزاع مثل أمور الانتزائية بل صرف الاعتبار أو على الأقل نستطيع أن نقول أن في أمر الاعتباري ربما هناك ما هو في بعض الأحيان منشع الاعتبار أو شبه منشع الاعتبار يوجد ولكن لا يكون كلياً أنت تستطيع أن تعتبر بدون أي منشع الاعتبار أما في الأمور الانتزائية دائماً هناك يوجد منشع الانتزاع لأجل هذا هذا الذي يقوله الشيخ أنه الصحة دائماً من الأمور الانتزائية أو الاعتبارية ذكرهما معاً لا يكون صحيحاً إما من الاعتباريات وإما من الانتزائيات جيد هذا كله بالنسبة إلى أمر الواقعي الأولي بعده يقول وفي غيره أما في غير الاتيان المأمر ببل أمر الواقعي الأولي فهنا كيف؟ طبعاً نحن بينا رأي المتكلمين أنه بناء على رأي المتكلمين دائماً ما هو الصحة والفساد من الأمور الاعتبارية أو الانتزائية لأنه خلق صار مثلاً بالنسبة إلى أمر الواقعي الأولي الصحة بنظر الفقهاء أي سقوط الإعادة والقضاء من المستقلات الأقلية أما وفي غير اتيان المأمر ببل أمر الواقعي الأولي مثل أنه نأتي بالتيمموم أو نأتي بالاستصحاب تكليفنا فالسقوط الإعادة والقضاء ربما يكون السقوط مجعولاً وكان الحكم بالسقوط تخفيفاً ومنة على العباد مع ثبوت المقتزي لثبوت القضاء والإعادة كما عرفت في مسألة الإجزاء ألا يحال إذا كان غير الواقعي الأولي فهينيزين ربما الشارع يحكم بالصحة ويحكم بسقوط القضاء والإعادة مع أنه مقتزي للقضاء والإعادة موجود بعد كشف الخلاف لأن مسلحة الواقع بقيت بلا جبران مثلاً نقول الحكم بسقوط القضاء والإعادة هذا نوع من التسهيل والمنة على العباد وطبعاً يسير ومجعولاً شرعياً يعني شارع بعد كشف الخلاف مع التهارة الاستصحابية لو يحكم بالإجزاء لو يحكم بالصحة معناه أنه هذه الصحة مجعولة شرعاً وصر هذا الجعل الشرعيزن الامتنان على العباد والتخفيف عليهم كما ربما يحكم به ثبوتهما بعض الوقات ربما الشارع يحكم به ثبوت القضاء والإعادة فيكون الصحة والفساد فيه في غير الامر الواقعي الأولي حكمين مجعولين شارع يقول يجب عليك القضاء يجب عليك الإعادة فهنا ما هو الصحة والفساد يصير حكماً مجعولاً شرعياً لا وصفين انتزاعيين واعتباريين على أيها محقق الخراسان رضوان الله عليك يفصل يقول بعض الأوقات يكون عمراً مجعولاً الصحة بعض الأوقات يكون من مدركات العقل ومن المستقلات العقلية وطبعاً هذا كله بالنسبة إلى الصحة والفساد بالنسبة إلى الحكم الكل مطلق الوجوب ومطلق الحرام بعد نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين بعض الأوقات لا يستطيع يكون مجعولاً بل إنما هي الموارد الخاصة تتصف به الصحة والفساد بمجرد الانتباق على ما هو المأمر به بمجرد الانتباق على أنه يكون ما هو مأمر به بعض الأوقات ما هو نرى أن المأمر به مصداق أو معتين به مصداق للمأمر به فهينئزين ما هو في هذا الموارد الخاص وفي هذه العبادة الخاصة أيضا ما هو على أي حال صرف الوصف يكون يكون وصفاً اعتبارياً بعد يقول هذا كله في العبادات واما بالنسبة إلى الصحة في المعاملات واما الصحة في المعاملات فهي الصحة بنظر الآخون تكون مجعولةً حيث كان ترتب الأسر على معاملتين إنما هو بجعل الشارع و ترتیب الشارع الأسر على المعامل ولو امزاعن ضرورة أنه لو لا جعله جعل الشارع لما كان يترتب عليه أو على هذه المعامل الأسر لإصالة الفساد يقول الصحة في المعاملات مثل البيع والشراء والسلح وغيرها هذا يكون مجعولاً يعني يكون بجعل الشرعي لماذا يكون مجعولاً بجعل الشرعي؟ لأنه معاملات مجرى لإصالة الفساد أصل الأول صحة تحتاج لايمزاع الشارع إما تصريحاً مثلاً يقول أهل الله البعض وإما يمزي سيرة العقلاء على الأقل لأجل هذا بنظر المحقق الخراساني الصحة في المعاملات من المجعولات الشرعية إذن عنده آراء متعددة بعض لوقات يقول من المستقلات العقلية بعض لوقات يقول من الأفرز أمور الاعتبارية بعض لوقات إذن يقول ما هو من المجعولات الشرعية الصحة بمعنى سقوط القزايا والإعادة في الفقه في العبادات والمعاملات ليست لها حكم واحد بل تختلف بحسب الموريد هذا كله في المعاملات الكلية نعم صحة كل معاملات شخصية مثل وقوع البعض والشراب عين زيت وبكر على الدار مثلاً وفساد هذه المعاملة ليس إلا لأجل انتباق المعاملة مع ما هو المجعول سبباً وعدم المجعول سبباً هذا البعض إذا كان منطبقاً مع البعض الشرعي فأيكون صحيحاً لو لم يكن منطبقاً لا يكون صحيحاً مثل انتباق أي فرد من كلية طبعية مع أصل الكلي كما هو الحال في تكلفية من الأحكام أقيم السلاة وجوب كلي سلاة الخارجية التي نأتي بها لو كانت مصداق له هذا الوجوب الكلي فمحكومة بالصحة لو لم تكن مصداقاً لها محكومة بالبطلان لأجل هذا يقول لماذا ليس إلا لأجل الانتباق المجعول عليه لزرورة أن اتصاف ما أتي به بالوجوب أو الحرمة أو غير الوجوب والحرمة ليس الاتصاف إلا لانتباقه مع ما هو الواجب أو الحرام لأجل هذا الاتصاف إلا لانتباقه هذا العمل سواء ان كان عبادة أو معاملة مع ما هو الواجب أو مع ما هو الحرام على أي حال مصداق الكيزب يكون ما هو حرام مصداق الصدق يكون حسن و يكون مستحب مثلاً و بعض الوقات يكون ماذا واجباً كما أنه مصداق الصلاة تكون واجبتاً مصداق البعض والسلح و امثالها إذن حاصل البحث أن المحقق الخراساني في باب مجعولية الصحة والفساد قائل بالتفصيل و طبعاً الصحة والفساد قد تنتبق على المعاملات والعبادات الشخصية الجزئية الخارجي و قد تنتبق ما هو على المعاملات والعبادات الكلي بحسب المورد يكون مختلفان حاصل البحث أن الصحة الكلامي أمر انتزائي مطلق بنظر المحقق الخراساني بدون أي تفصيل أما الصحة الفقهي بمعنى سقوط القزايا والإعادة بالنسبة إلى أمر الواقعي الأولي كما قلت لكم آخون يعتقد أنه من مستقلات الأقلية حكم واقعي أقلي و أما في غير الحكم الواقعي الأولي حكم الذي أخذ من استصحاب على أساس التهارة الاستصحابي دخلنا في السلاة أو حكم الواقعي الثانوي على أساس التهارة التيمممي دخلنا في السلاة بعد كشف الخلاف أنه ما هو هنا لم يكن محل الاستصحاب أو هنا لم يكن محل تيمم مثلا فهينئذين محقق الخراساني يقول الصحة والفساد قد تكون مجعولا شرعيا وقد لا تكون مجعولا شرعيا وطبعا هذا أيضا ما هو كله بالنسبة إلى الأحكام الكليية وما الأحكام الشخصية فعلايها ما هو عنده رأي واحد و هو أن هذه الموارد الجزئية مثل سلاة زيد مثل سلح البكر ومثل بيء الخاليد هذه كلها لابدن نتبق عليها معيار كلية طبعي وفرده هذا كله بالنسبة إلى هذه الأبحاث وطبعا حول هذا البحث نستطيع أن نتكلم أكثر من هذا و هناك ما هو آراء أخرى بعد المحقق الخراساني خالفه كثير من المحققين ويمكن مراجعة المتولات في ذلك ونحن إلى حد الكفاية بتصورنا استطعنا أن نوزح المتلاب هذا كله في الأمر الصادس ومن حلقة مقبلة إن شاء الله سندخل في الأمر الصابع هذا كله في هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا